قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم مدرب جنوب أفريقيا ساعد بإقصاء المغرب ومفتاح الفوز هو حسن استغلال الفرص عجل حكم يخرج بتصريح مؤثر ويوجه رسالة للمغرب بعد الإقصاء أكرد هناك خيبة أمل كبيرة وباسم المجموعة أعتدر للشعب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار مدرب جنوب أفريقيا ساعد بإقصاء المغرب ومفتاح الفوز هو حسن استغلال الفرص أبدال بلجيكي هوغوبروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم سعادة كبيرة بعد إقصاء المنتخب الوطنية المغربية من ثم نهائي كأس أمم أفريقيا الكوديفورة 2023 وأضاف ربان البافان بافان خلال الندوة الصعفية التي تلت لقى أن منتخب جنوب أفريقيا محدود جدا بإضاعة الأصود للعديد من الفرص وشدد بروس على أن مفتاح الفوز في مباراة المغرب هو حسن استغلال جنوب أفريقيا للفرص القليلة التي سنحت لهم وأشار مدرب جنوب أفريقيا إلى أن منتخبه تطور بشكل ملحوظ مع مرور المنافسات الأفريقية مردفا اللاعبون قاتلوا وقدموا مردودا جيدا توجب التأهل إلى الربع نهائي ووصل أتقى تسللت إلى اللاعبين خلال مباراة المغرب وكان من الإيجابي أن نتوفر على مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في فريق محلي واحد رغم بعض الانتقادات التي وجهت إلي قبل المنافسة وأكد أنا مبتهج جدا لإقصاء المغرب لأن الإطاحة بمنتخب مثل المغرب هو أمر خاص جدا ولا يتكرر دائما لذلك يجب أن نحتفل قبل المباراة القادمة وأبرز بروس أن اللاعب الجماعي ساعد منتخب البفانا بفانا على الفوز على الرغم من قوة المنتخب المغربي تجدر الإشارة إلى أن منتخب جنوب أفريقيا سيواجه رأس الأخضر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم حكيمي يخرج بتصريح مؤثير ويوجه رسالة للمغرب بعد الإقصاء توجه الدولي المغربي أشرف حكيمي لعب باريسان جرمان الفرنسي والمنتخب الوطني بعبارة الاعتدار للجماهير المغربية بعد إهداره لضربة الجزاء خلال مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا برسم 8 نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 وكتب حكيمي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة الإنستغرام اليوم يوم صعب ومحزن للغاية بعد إقصائنا وأضف أريد أن أعتذر عن ركلة الجزاء لقد تحملت مسؤولية مساعدة الفريق لكن لسوء الحظ لم ينجح الأمر وزد اللاعب أريد أن أشكر كافة الشعب المغربي على دعمها خاصة الأشخاص الذين قدموا إلى الكودفور وأرضف الدولي المغربي سننهض ونعود أقوى لما هو قادم إن شاء الله وتوجه حكيمي بالشكر أيضا لزميله أمين عدلي الذي اختار مستعدة المجموعة على الرغم من وفاة والدته أسبوعا قبل بداية البطولة وقال وما دعنك يا أخي أمين بعد كل الذي مررت منها أتيت وقدمت كل شيء من أجل بلدك نحن فخورنا جدا بك أنا أحبك كثيرا أخي واختتم حكيمي تدوينتها دم مغرب وحدا سعيدا لمنتخب جنوب إفريقيا في بقية المسابقة يذكر أن المنتخب المغربي أقسي من ثمن نهائي البطولة الأفريقية عقب هزيمته مساء أم ستلتا أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل أكراد هناك خيبة أمل كبيرة وباسم المجموعة أعتذر للشعب المغربي أعرب نيف أكراد لعب المنتخب المغربي عن خيبة أمله بعد إقصاء الفريق الوطني من كأس أمام إفريقيا 2023 وقال أكراد في تصريح صعفي من الصعب الحديث بعد المباراة أظن أننا لم نقم بعملنا هذا شيء وارد في كرة القدم وتابع هناك خيبة أمل كبيرة وباسم المجموعة بأكملها أعتذر للشعب المغربي لقد حاولنا إسعادهم ولكن لم يكتب لنا ذلك اللاعبون قاموا بكل ما في وسعهم ومن الصعب الحديث ولكن في الصراء والضراء عندما ربحنا فوزنا جميعا والأمر كذلك في الهزيمة وسنوصل العمل ونتمنى خيرا إن شاء الله يختتم لعب ويستهام يونيتد الإنجليزية ومن جهة يأكد إسماعيل سيبار لعب المنتخب المغربي أن الحد غاب عن الفريق الوطني في مواجهة جنوب إفريقيا معربا عن أسفه عقب الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية 2023 وقال سيبار في تصريح صعفي بعد المواجهة في بعض الأحيان الكرة لا تمشي كما تريد كانت لدينا فرص صنحة لكننا لم نسجل ولم يكن الحد معنا وتبع لعب بائز فايندهوفن في تصريحها لعبنا بشكل جيد وقمنا بمجهودنا وخلقنا الفرص لكن لم نكن في يومنا واختتم كانت هناك العديد من الجماهير حاضرة لمسندتنا ولم نتمكن من إسعادهم كما كنا نريد ونعتدر لهم يذكرون المنتخب المغربي أقصيا من تمور نهاي كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف ندر مقابل الإفواري كيسي تأهلنا إلى ربع نهائي الكان بفضل المغرب قال لاعب المنتخب الإفواري فرانكيسي إن عودة منتخب بلاده لمنافسات الإفريقية يعود الفضل فيه إلى المنتخب المغربي الذي فز في مقابلته الأخيرة ما أزلت ضغط عن اللاعبين وساعد الفريق على تحقيق الفوز على نظره السينيغالي واضف كيسي في تصعيع تعفية بعد الخسارة أمام غيني الإستوائية بربعية نظيفة شعرنا بالأساء لكن بعد فوز المغرب لم يعد لدينا ما نخسره واضف أيضا قلنا لأنفسنا إنه حتى لو كنا سنواجه منتخب السينيغال حامل اللقب والذي حقق ثلاث انتصارات في ثلاث مبارياتنا يجب علينا أن نقدم كل شيء متابعا كان علينا أن نبدل قصار جهدنا لتحقيق المفجأة وهذا ما فعلناها لكن لا يزال هناك مجال للتحسن المدرب المؤقت للمنتخب الإفواري يعترف للمغرب أكد إميرسي فوي المدرب المؤقت للمنتخب الإفواري أن بلاده تأهلت إلى تموني نهائي كأس أمم إفريقيا الكوديفور 2023 بفضل انتصار المغرب على الزامبيا وليس بسبب مجهودات اللاعبين الإفواريين على أرضية الملعب وقال فوي في تصريحات لقناة كانال بلوس الفرنسية نحن السعداء منذ يوم الاثنين ونحن نعيش تحت الضغط كنا حقا بين خيبة أمل مباراتنا والخوف من عدم التأهل في نسخة الكان المنظمة على أرضنا ووصل كانت هذه أيام صعبة ولكننا سنقول الآن أن اليوم انتهى بشكل جيد وهذا شيء جيد لكننا مررنا بفضل النتائج الآخرين بانتصار المغرب على الزامبيا ولم نتأهل لأننا كنا جيدين في الميدان وتبع لذلك علينا أن نتحلى بالتواضع وأن نعيش فرحتنا بشكل عقلاني يجب علينا أن نتعامل مع هذا التأهل كحالة ترويج عن النفس واستطرد أعتقد أن الحمل لن يصبح تقيلا على أكتفنا لأن الانتظار عدبنا نفسيا علينا التركز على المباراة ضد السينيغال وهو فريق جيد واختتم نحن مدينون لشعبنا بالانتقام والمغفرة والاعتدار يجب أن نظهر أن ما حدث ضد الضغيني الاستوائية كان حادثا وأننا ملتزمون حقا بجالب الكثير من الفرح إلى البلاد وإعطاء الناس ما يستحقونها إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم مدرب جنوب أفريقيا ساعد بإقصاء المغرب ومفتاح الفوز هو حسن استغلال الفرص عجل حاكم يخرج بتصريح مؤثر ويوجه رسالة للمغرب بعد الإقصاء أكرد هناك خيبة أمل كبيرة وباسم المجموعة أعتدر للشعب المغربي ترجمة نانسي قنقر